موسيقى محدش فينا الحقيقة اخترع المجال اللي بيشتغل فيه يعني الحقيقة ان كلنا عندنا منافسين ومنافسة شرسة في مجالاتنا كلنا الفكرة بقى انه في ناس بتعرف تكمل لغاية الاخير وبتوصل للطريق اللي عايزة وفيه ناس ما بتعرفش تكمل وما بتعرفش تنافس وما بتعرفش تطور من نفسها انت ايه اللي بيميزك انت ايه اللي بتنفرد بيه انت ايه اللي بيخليك مختلف عن اي شخص تاني في سوق العمل الحقيقة فكرة اننا نسوق لنفسنا دي فكرة بحتاجة ان احنا نحطها كده ما بين قصين بحتاجة نحط تحتها مليون خط نركز عليها قوي فكرة انك تسوق لنفسك دي معناها او تسوق نفسك شخصيا هو انه انت يبقى عندك مهارة مختلف عن اي حد تاني لازم كمان مش بس تقف عند فكرة المهارة المختلفة انت لازم تتطور كمان من نفسك فانك تسوق نفسك دي مهمة ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي مع ضفنة اللي منورني جدا موجود معي النهاردة في حلقتنا من شباب حكاية أستاذ معتاز رفاعي خبير تطوير الأعمال منورنا النهاردة شكرا 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 عايزة اتكلم على فكرة اني اسوق نفسي فينا شايفاها أستاذ معتازي انه لا انا مش محتاج ان انا اسوق نفسي انا اسوق نفسي ليه انا انا معروفة انا مشهور انا اسمي براندل واحده في السوق عايزة اتكلم اكتر على الفكرة دي وقد ايه بتفرق في سوق العمل وفي نجاح شخصا عن الآخر ممتاز دايما بنسمع كتير جدا انه يقولك انا بسوق عن المنتج بتاعي او بسوق عن خدمتي دايما دايما بنسمع كده كلما بنسمع كلمة تشويق انا بسوق عن منتج تعال بقى اسأل نفسك انت النهاردة انت المنتج هو انت هتسوق بقى نفسك ازاي ان انت المنتج انت ايه المميز عندك لما بتسوق منتج انت بتتكلم عن افضل ما في المنتج وانت بتسوقه عشان يوصل للجمهور او المستهلك بتاعك تقوله المنتج بتاعي فيه مزايا واحد اثنين ثلاث انت ايه المزايا اللي جواك ازاي طف يعني توصل المزايا بتاعتك دي للمستهلك بتاعك طب قبل ما اتكلم في جزئيدي استاذ معتز انا هيفرق معي ايه ان انا سوق لنفسي اصلا هيفرق معي ايه هيضف لي ان انا قاعدة العمل بتاعتها هتزيد ان انا بدل ما بوصل لعشرة لا بوصل لعشرين وثلاثين حد بدل ما بستغل على نتاغ جغرافي واحد بستغل على اكتر من نتاغ جغرافي باخدم دول اكتر بيبقى عندي عملة في دول اكتر مش بس في نتاغ جغرافي واحد دي الفايدة بتاعتها فازاي ان انا بسوق نفسي ازاي ان انا بوصل وايه اهمية ان انا سوق نفسي اصلا ده اللي لازم اشوف انا متميز في ايه ايه الميزة اللي عندي اللي قادر انافس بيها أنت ما بتدخل سوق العمل مش أنت الوحدك بس اللي بتشتغل في سوق العمل أنت فيه زيك منافسين ما هي فوق توقعاتك في سوق العمل بينفسوك في نفس اللي أنت بتقدمه أنت منفرد عنهم في إيه ده اللي لازم تقعد دايما تسألوا لنفسك أعمل ده إزاي أعمل ده إزاي ليه عدة طرق كتير جدا هنتكلم فيها على مدار الحلقة يعني أكتر من طريقة إزاي أبدأهم أن أنا أشوف الأول إيه المزايا اللي عندي لازم أسأل نفسي سؤال أنا مين وإيه اللي بيميزني عن غيري إيه اللي عندي أنا بيميزني عن غيري من المنافسين بتوعي وإيه القيمة اللي أنا هقدمها للمنافس للعميل اللي بيتعامل معايا طب اسمحي في الجزء إيه دي عشان نبقى بنخلص كل جزء على بعض هفترض أنه أنا شايفة في نفسي حاجة بتميزني في حين أنها مش ميزة إطلاقا في سوق العمل أنا أعرف إزاي أبقى فهمة نفسي أنه اللي عندي ده ميزة السوق بره هيستفاد منها مش مجرد ميزة أنا شايفها أنها ميزة لكن هي حقيقة مش ميزة خالص هنفترض أن أنت مصور لو فرضنا أن أنت عندك محيبة التصوير بتصور منتج ما عشان تعرضه أي شركات عندها منتجات بتصور منتج بتاعها عشان تعرضه للمستهلك طريقتك أنت في عرضك للمنتج المنتج بتاع الشركة دي طريقة عرضك لي أو طريقة التصوير بتاعك أنك بتظهر أفضل ما في المنتج عشان المنتج يوصل للمستهلك المستهلك يقتنع بالصورة بتاعتك وبالتالي يشتري المنتج بتاع الشركة دي موهبة دي موهبة دي دي بدون شك موهبة مش كله هيطلعها بنفس الطريقة في أكتر من مئة مصمم أزيئة بس مش كلهم مثلا مش كلهم هاني البحيري ليه بتروح تقولي والله أنا عايز أجيب فستين الفرح بتاعي من هاني البحيري ليه دون غيره ليه أنا عايز ألبس مجوهرات من عزة فهن إيه اللي خلاهم إيه اللي خلا ده براين نيم أيوة كنت لست أقول لهاك براين نيم إنه أنا حطيت لنفسي فريم معين أو إطار معين فأنا عملت بصمة بإسمي في السوق بدون شك عملت بصمة نفسي في السوق إيه البصمة دي جات منين جات من أنا ننفرط بقى فيه عندي انفراد بقيت منفرد في الحاجة اللي بقدمها بقدم الحاجة بتاعت الجودة عالية ملتزم دايما بالجودة اللي بقدمها عشان خاطر العميل النهاردة بقى بيعرف إيه فريس كويس جدا الخدمة اللي انت بتقدمها له واللي غيرك بقدمها له بيشوف الفرق اللي انت بتقدمه له واللي غيرك بقدمه له حيلا دي أول طريقة إن أنا أقعد مع نفسي أفكر أنا إيه اللي بيميزني لو أنا ما لقيتش حاجة بتميزني أعمل إيه ما فيش ماينفعش مستحيل البدايات ممكن تبقى ما فيش حاجة بتميز حد عن التاني قوي مستحيل أنا هيبقى عندي أو ماينفعش أن أنا أكتسب مهارة معينة خليني فعلها متميزة لازم أبقى ربنا خلقني بالمهارة لازم يبقى عندي موهبة الموهبة اللي عندي عشان بناء عليها قدر أن أنا أشتغل على الموهبة دي أن أنا نميها أنا نميها بشكل أكاديمي محترف أنا نميها بشكل علمي محترف أن أقدر أضيف الموهبة اللي عندي أثقل الموهبة اللي عندي بشكل مصبوط لكن أنا لو اكتشفت أن أنا عند موهبة وأحملتها لو اكتشفت أن أنا بعرف لعب كرة جيد وأهملت الموهبة دي وما اتمرنتش الموهبة هتتقادم خلاص لكن لو اكتشفت أن أنا مهوف في لعبة الكرة وتمرنت كويس جدا هبقى براند نيم كويس جدا في لعبة الكرة دي أول حاجة أول طريقة تانية بدون شك هو الشغل على نفسك هي ملهاش أشتغل على نفسي زي يعني مثلا أخذ دورات تدريبية في المجال ده ولا أبدأ أقرأ عنه ولا أبدأ أشتغل عمليا في السوق حتى لو لسه ما عملتش لنفسي براند نيم وأخذ خبرات يعني أعمل ده إزاي الشغل عمليا في السوق في البداية هو مخاطرة أنك تنزل تشتغل أنت أتخاطر بسمعتك وأتخاطر بإسمك من الأول هتقيت لنفسك قبل ما تدخل سوق العمل لأنك أنت خاطرت بالناس اللي ديتك الثقة يعني الناس تدوك الثقة في أن أنت تعمل لهم حاجة وأنت بتجرب فيهم وأن تبعطوا الأولى بتدوم بدون شك فمش هيتعامل معك تاني لكن أنت تركز كويس جدا أنت أريد إيه الأول تروح تشوف الناس الكبار اللي في المجال بتاعك تتعلم منهم تشوف لهم فيديوز كتير تتعلم تشوف بعد كده تبدأ تدرس أكاديمي المجال اللي أنت أريد أن تخصص فيه وتفهمه كويس وتنمي نفسك فيه كويس وتبدأ تجرب الأول على دايرة معرفك لو هتبدأ لو هايز تاخد فرصة أنك تجرب تجرب على دايرة معرف لك قريبة أنهم ما يخسركش قبل ما تجرب في عملها حضرتك قلت لنا في الأول خالص أنه أي حد فينا بيسوأ لمنتجه وبيسوأ للحاجة اللي بيعملها لما أجي أنا أسوأ لنفسي بتتعمل بشكل مختلف عن التسويق لأي منتج تاني ولا بتتسوي أنا بقلعي ناس تعرفني أزاي ليها خطوات يعني ليها خطوات يعني معروفة للجميع خطوات سهلة أن تتبدأها إزاي الأول تبني CV كويس جدا لنفسك وتعملت مع ناس إزاي تبني سابقة أعمال كويسة حتى لو ما عنديش سابقة أعمال قوية تبدأ تعمل شغل ولا هتبدأ تعمل شغل حتى بشكل تطوعي تمام وبحيث أنك تبني نفسك سابقة أعمال كويسة حقيقي. بناء على سابقة العمال. بعدما بناء سابقة عمال كويسة. تبدأ لو تذكر الإنجازات التي حققتها. تحط البرتفوليو بتاعك. سابقة عمالك بشكل شغلك. عمل إزاي. لأنه يعبر عنك. وإزاي تعرضه بشكل محترف. بشكل جذاب. في طريقة برضو. في طروب يديلة كثير. طبعا. وأعرض بعد كده المزايا بتاعتي. أنا إيه المزايا اللي عندي. إيه اللي بميزني. أنا متخصص فيه. أنا شاطر في إيه قوي. أبدأ أتكلم دوت وسريده في السيفي بتاعي. الخطوة الثانية. بلاش بأخذ السامبلز بتاعت اللي. لا لا. أعمل حاجة كاستمايز علي. أعمل حاجة بتاعتي. أنا. تبيني. الناس تشوفها تعرف أن هي حتى فريدة من نوعها. ما يحسيش أنها متقلدة. التقليد شيء مرفوض تماما. في سؤال العمل. نمرة اتنين. أن أنا أعمل على مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة. هي حاجة رائعة وعظيمة جدا. تقدم فرصة للناس كتير. أن الناس كتير بتستخدمها. النوع المستهلك بتاعك موجود دايما. ومش بس في النطاق غرافي الديع. هو موجود بالنطاق غرافي أوسع إذا كان في مصر أو برا مصر. تروح تعمل مثلا أكاونت على لينك دين. دي خطوة تعمل على المواقع اللي أنت شايفها بالتارجت العميل بتاعك. بعد كده خطوة تلتة ممكن تعمل نفسك موقع خاص بيك. تحط عليه شغلك. تتكلم فيه عن حاجتك. تتكلم فيه عن نفسك. دي من النواحي اللي بشوفها اللي هي التلات نواحي المهمين جدا أنت تبدأ بيهم معي حاد. عندي سؤال. ده بينفع أو ينفع أطبقه على جميع المجالات. ولا في مجالات مش مهمة خالص أبقى أنا أنا سباط أو أنا اللي ظهره. بس مهمة قوي أنه المنتج بتاعي هو اللي يكون ظهر. إيه المنتج بتاعي؟ أنا اللي بقدم المنتج. يعني أنا في الحالة أن أنا بسوأ عن نفسي أنا المنتج. يعني ممكن يبقى منتج بتاعي مثلا براند لي ملابس مثلا. الناس مش فارق معها مين بيعملوا. بس فارق معي الكواليتي بتاعتي. مستوى. بس إحنا هنا بنتكلم. لو أنت المنتج. لو هتسوأ نفسك. أنت المنتج. أنت اللي بتقدم الخدمة. أيوة. أنت مصمم الأزياء. أنت مصمم المجاورات. أنت المصور. أنت المخرج. أنت اللي بتقدم الخدمة. فهنا أنت المنتج. في حد ذاتك. فأنت تقدر إزاي تظهر نفسك. تلمع نفسك إزاي. أن الناس اللي هتستخدم المنتج. تحس أن أنت فعلا هتقدم لهم قيمة. بقيت أنت المنتج. أنت اللي بتقدم القيمة. يعني هي خطوة لغن عنها. بدون شك. إطلاقا. أي أن كان المجالي. بدون شك. أركز عنك. إزاي أزود قابل عملي. يعني أنا دلوقتي عملت تقليل. اللي سأقال التعليق والخطوات بتاعتي. وأنا بقت مميزة في الحتة الفلونية. وبعد أن أقولو للناس. وبعد أن الناس ترون أنني مميزة في الحتاتي. أزود قابل عملي. كلمة السر في أن أفضل. ما هي كلمة السر ي nesteمر. لا هو السر دائما. طريقة التي رحيثتها مع التطوى؟ العملة بتوعي مع الناس. إزاي يستمر بقى. إزاي يستمر. أنا جي عميل لتعامل معي. عملت له شغل. استفادت بالخدمة بتاعتي. الفلو أب. إزاي أن أنا أفضل بتواصل معي. أفضل أن أتواصل معي. أفضل أن أنا بنزل أخبار دايما. بنزل مشاريع الجديدة. التطوير اللي أنا بعمله. أنا اتطورت في إيه. أنا نميت نفسي في إيه. أبدأ أظهر دوت بشكل دوري. أخبار بشكل دوري. أبدأ أتواصل مع العملة. أبدأ أبعط لهم. وليكن في المناسبات الكبيرة. أبعط لهم هداية. تعبر عليها اسمي. عليها البراندين بتاعها. عليها اللوجو. بحيث أحفر الاسم التاعي عند العميل. بحيث هو موجود في شركته. يلاقي سوفنير شكلها كويس. هدية شكلها كويس. عليها الاسم التاعي. هو بيشوفها. بيفضل فاكرني. صح. لما بيجي يحتاج الخدمة بتاعتي. أنا أول حد بيطرق في زهنه. ليه خدم طبع كويس عني. دايما بيسمع عني. دايما بيسمع أخباري. هلاقي عنده هداية في مكتبه. عليها اسمي. التقارب في العلاقات كمان بتفرق قوي معنا. بدون شك. إحنا كتبا مصر بنحب. العواطف والمجاملات. وتحس أنه يحس أنك جنبه. دي حاجة عظيمة. تحضر كمان مؤتمرات. تحضر ندوات. تحضر أحداث. بالليها علاقة بشغلك. هتروح تقابل عملائك فيها. عايزة أعمل مثلا براند نيم أو علامة تجارية باسمي. باسم أستاذ معتز الرفاعي. باسم سلي سامير. باسم أي أن كان. إيه المواصفات اللي لازم تكون موجودة في أي علامة تجارية؟ ده سؤال كبير قوي. يعني ده عايز حلقات نتكلم فيها. بس ببساطة بإيجاز شديد لو نختصره. كل ما كانت العلامة التجارية مختصرة. حروفها حتى مختصرة. وبسيطة. مش معقدة. كل ما كان المستهلك بيشوفها في ثواني معدودة. بيقدر يفهم هي بتعبر عن إيه. نوع المنتج تكون معبرة عن نوع الخدمة أو المنتج اللي بتقدمه. تكون حروفها ليلة بحيث أنه يقدر يحفظها عقله. يقدر رغم زحمة المعلومات وزحمة الألوان وزحمة الكمية الحاجات اللي بيشوفها العقل البشري. أنه يقدر رغم الزحمة دي أنه يقدر يفتكرك. لما يشوفك يفتكرك. في كل ما كان حروفها بسيطة. كل ما كانت العلامة التجارية بسيطة ومش معقدة. بتوصل في نقطة محدودة جدا. بتوصل نوع الخدمة اللي أنت بتقدمها. كل ما افتكرك. توضح من العلامة التجارية نوع الخدمة. بدون شك. قوي أنها تبقى شوية غمضة علشان تيجي تقول لي أنا لما الناس تسأل هتعرف الموضوع يبقى يعني الغموض مخاطرة. لو مشيت له في شركات كبيرة جدا بدأت في الأول علامات التجارية بتاعتها معقدة. بزبط. النهاردة بدأت تبسطها. يعني كتير جدا. فالغموض مخاطرة. ما أعتقدش أن حد النهاردة هيصرف مبالغ. هحبت مبالغ طائلة في تسويق. في حملة تسويقية. لمنتج هو غامض. النهاردة أنت بتعدي. نفترض أنت ماشي بعربية على طريق سريع. بتشوف إعلان في بيلبورد في لوجو. أنت بتشوفه بالزبط في ثلاث ثواني. في الثلاث ثواني دي هو لازم يوصل كل اللي عايز يوصله في الثلاث ثواني. أنت بتشوفهم فيها. واللوجو بيفضل قصادنا طول الوقت. يعني أول ما بيجي في بالنا حاجة. آب إحنا شفت لوجو حاجة بتتكلم عن الموضوع ده. كان شكله كذا. بالزبط. لو هو معلمش في ذهنك. خلاص انت عدت نسيته. كده هو الدور اللي هو حاب يقدي. فشل فيه. الألوان البساطة التعيد. يعني آه ممكن تبقى حروفها قليلة. بتعبر عن نوع الخدمة المقدمة. أو الحاجة اللي بنقدمها أو المنتج. اللون مثلا ليه انطباع معين عند المواطن أو عند المستهلك؟. كل منتج كل لون ليه دلالة نفسية معينة عند الإنسان. فأنت مثلا أنه نفترض محلات الأكل كلها. بتستخدم اللون لون الأحمر أو اللون الأصفر. أكثر الأحمر أو الأصفر. هو لون بياس بيديك إحساس بالنك أنت دلوقتي بيديك إحساس بالطوارئ. لازم تجري تعمل حاجة. فهو دايما بيحسك على الحركة. وعلى حسب نوع المنتج. فيه منتج لونه أزرق. بيديك إحساس بالثقة. أنك تثق فيه. فكل لون ليه دلالة. أنت شوف نوع المنتج بتاعك. إيه اللون أنت تستخدمه. أن يلمس المستهلك. المستهلك أما يشوفه يدي له انطباعها. كل لون بيدي انطباعها معينة. إزاي أطمن بقى أنه ما حدش يسرق البراند نيم بتاعي. لأنه أنا مش تعبان في دا كله. وبعمل دا كله في الآخر. هيجي حد على الجهة. إزاي أخد البراند نيم ويحطه. يعني مع توضيح نقطة صغيرة. أنه بيتهربوا من ده. بأنهم يحطوا ألف و لين. مثلا يحطوا الكلمة مثلا تحت اللوجو بتاعهم. ملاش ألقى باللوجو الرئيسي. إزاي أخلي الناس ما تاخدش بتاعي خالص. وما تجيش جنب العلامة وجري بتاعتي. أول حاجة أقولها نروح سجلها. تمام باشي. قانونيا هيحميك. أن أنت تسجل علامة وجري بتاعتك. برايب بقى وحاجات أزيد. بدون شكل أزيد من كده. هتسجل علامة وجري بتاعتك أنت حميد نفسك. ما سجلش العلامة على وجري بتاعتك أنت محميدش نفسك. ودلوقتي بيعملوا حاجة جديدة. اسمها شهادة عدم التباس. عشان ما يقولك العلامة وجري بتاعتك في زياها. وانت بتعملها. منه أنت بتصممها يقولك في زياها ولا لا. دلوقتي موجود في القانون. فمن نواحة قانونية أنت بقى لها كتير. موجودة بقى لها سنين. بس بيزودوا حاجة بسيطة ما تبانش في اليفطة. ما نعم أيها ما. وانت ممكن تزود بقى. الجمهور في حد ذاته هو اللي يحمي لك علامتك التجارية. الجمهور بتاعك إذا حبل علامة التجارية بتاعتك. وتعامل معك. ولقى الخدمة بتاعتك كويسة. وبيتعامل معك بقى له فترة طويلة. هو نفسه هيحمي لك علامة التجارية بقى. من منافسينك اللي هما بيقلدوك. يعني فيه مطعم دون داعي لذكر اسمه. هو حرف الام. جي واحد قلب الام خليها دابليو. وعمله مطعم فول وطعمية وشغال بالبراندين. وفاتح وشغال. ما حدش يدري قضية. قانونية ما تدرشت قضية. هو ما عملش حاجة. لكن المستهلك نفسه. لكن المستهلك عارف. وفيه مستهلك حب الفكرة. وتعامل مع المطعم. وعارف ان اللوجو ده بتاع المطعم الفلاني. وبتعامل معه. وموجود وقائم الكلام ده دلوقتي على الارض. طبعا. فهي الفكرة. وديز على ده كتير. يعني فيه حاجات فيه اسماء كتير مشهورة المطاعم. هي بتبقى الاكتر في المطاعم اكتر من اي حاجة تانية. مشهورة جدا في المطاعم. واخدنا عليها وبقالنا سنين جدا. بناكل من عندهم نتعامل معهم. وتلاقي نفس البراند بس على اليافطة. حتة تحت كده صغيرة. يمكن ما تشوفهاش من بعيد ولا حاجة. في غير حرف. بسط. فتلاقي لأ. أنا الخدمة اللي باخدها. وطعم الأكل اللي باخده من المكان ده. مختلف كلين وجزئين عن المكان التاني. فأنا كمواطن أنا اللي بحكم. بس ممكن تروح يجرب. فيه مواطن فيه نوع من المستهلك. ممكن روح يجرب. ممكن جدا يجرب ويشوف. وبعد ما يجرب هيقارن. تمام. طيب. نجحة. مش بس عشان أحافظ على براند نيم. أنا عايزة يكون عندي. الصبر والطاقة. والشغف المستمر. لأنه احنا بعد فترة ممكن. بنفقد الشغف بالزبط. وأقدر أقف قدام حتان السوق في المجال بتاعي. أعمل ايه؟ أول حاجة ورقم واحد. قدم خدمة كويسة. قدم خدمة ممتازة. إذا بتقدم خدمة ممتازة بجودة ممتازة. وبتلتزم في موعيدك. دلوقتي أكتر ما يحكم السوق. هم ثلاث نوات مهمين جدا جدا أساسيين. خدمة. جودة. سعر. سرعة. خدمة. نفترض أنها أنت بتقدم خدمة كويسة. وفول أب كويس على العملة. وجودة. والسرعة في تقديم الخدمة. أنت النهاردة العالم بيجري. كل ما بتقدم حاجتك بسرعة. فنفترض السرعة والجودة والسعر. خدمة وجودة أو سرعة وجودة وسعر. الخدمة دي تبقى جواها أن أكون شخص أمين. أكون شخص بتابع. أكون شخص تمام. موضوع السعر ده بيختلف عليه شوية الناس. أستاذ معتز. لأنه أنا بقدم حاجة كويسة بكواليتي عالية. فأنا متكلفة أصلا كتير. فطبيعي أن أنا حكسب. حتى لو ما كسبتش. هبقى على قلل طلبة من المستهلك. اللي أنا دفعته. وده شيء منطقة جدا في السوق. بغض النظر أنه في بعض المشاعلة. ما بنبدأها بنخسر فيها. بس مش مشكلة. بنبدأ المفروض خطوة خطوة. لكن موضوع السعر ده متفاوت. والناس دايما بتروح للأرخص. فدي حنوزنها إزاي. طيب هنفترض إفتراض سالي. بتروح تشتري منتج من أي مكان. منت داخل تشتري المنتج. عندك ميزانية معينة. محددها. هتشتري حاجة بسعر معين. محددها سعر للمنتج اللي هتشتريه. ولكن هنفترض أنه منتج. بتلاقي اسم جديد نازل. بيقدم جودة كويسة. وبيحاول يقدم سعر تنافسي. وفي نوع تاني أنت بنتعودها تستخدمي. تستخدمي بقى لك فترة طويلة وموجود. ولقيت سعره أفضل. وهيوفر لك في الميزانية. هتجربه. بكل أمان هتجربه. وغير الكثير من المستهلكين هتجربه. لقيت عليه أرض هتجربه. جربتي ولقيته كويس. هتجيبي تاني. وتالت. مع الوقت بدأ سعره يطلع يزيد سنة. هكامل معي. ومازال منافس. هتكملي معي. نفس ذات الشيء. أنا في مصور. يقدم جلسة التصوير مثلا للمنتج بأكس رقم. واحد تاني يقدر يقدمه بجودة أعلى. بسعر أقل. في واحد يبالغ في السعر. وفي واحد يقدر يقدمه بسعر أقل. يقدر يقدمه بسعر أقل. لكي ينافس. ليس معي ذلك أن يقدم خدمة أقل. هو يجود في الخدمة. ويقدم سعر تنافسي. أصلا جملة الغالية وفيه دي موجودة عندنا قوي. دي وكلمنا فيها في حلقة قبل كده. الفكرة ما هو ده أسلوب كونسومر بيهيفير. أنه هو بيفكر أن الحاجة الغالية دايما هشتريها. بس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. الحالية. اللي بيحصل دلوقتي حالا. وده بنشوفه في السوق. أن الناس تروح للحاجة اللي سعرها كويس. أفضل. مناسب لميزانيتها. ويقدم لها نفس الجودة أو أعلى شوي. لو قدمناها نفس الجودة وبسعر منافس. هي بلبي. ختاما مصيحة أخيرة للشباب. اللي حابين أنهم يبدأوا مشروع. يبدأوا فكرة. يبدأوا أيا كان. تقول لهم النهار ده حاطتك من خلال برنامج. ما تقسش. ما تقسش. ما تقسش. دي كلمة السر. الاستمرارية الاستمرارية الاستمرارية. استمر. اشتغل على نفسك. اشتغل على نفسك وتعب وهتوصل. جميل. أستاذ معتز الرفاعي خبير تطوير الأعمال. بشكرة. شكرا جزيلا لأجدك معي النهار ده. نورتنا شباب حكاية. بشكر كمان كل الشباب اللي تابعونا النهار ده. في حلقاتنا من شباب حكاية. مخصوصة جدا أنا كنت موجودة معاكم النهار ده. يوم السبت اللي جاي قبل المعدة بساعة. استنونا وحلقة جديدة وشباب حكاية. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة